سبحان الله. طيب. الجدي عايز ايه? الجدي عايز يحس بامان اكتر في العلاقة. حاس ان هو مش حاسس بامان. مش حاسس براحة. مش مرتاح فيه حاجة مقلقان. نفسه يرتاح فيه حاجة سبباله وارهاق شديد. عايز يرتاح عايز ياخد براك. شايف شريكه ازاي? شايفه فيه حد تاني بحاجة. بيفكر في حد تاني. او ممكن يكون شايفه بيحتفل بحاجة. انه هو شخص فرفوش مثلا بيحب يتحكي يهزر. فدي صورة كويس. بس يعني تساسل الكروت حالة التعب اللي فيها الجدي دي انا محسسيني انه هو شايف شريكه انه بيفكر في حدا تاني او في حدا في حياة تاني. بس ممكن يكون شايفه بيحتفل شخص بيحب اللي حدفان بيحب يتحكي يحبه بي. طاقة وايجابية يعني. الطاقة ما بينكم غنية. طاقة غنية جدا. ال-9 authentic. دي طاقة فيها عطاء كتير جدا. ومليانة حاجات بها مشاعر وحبه وتقدير واحترام حاجات كتير ريتش 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 حاجة حلوة او شريكك شريكك دي كابر يعني هو في حاجة بيعملها وعمالي كابر عايزي بيين ان هو كويس قوي وتمام وهو مش تمام يعني هو مش كويس هو يعني زي ما تقوله هو عارف انه غلطان بس يكابر عايز يشتغل على نفسه هو عايز يشتغل على نفسه عايز يسلح عايز بس هو تقيبا محتاج زقة عايز زقة شايفك ازاي شايفك واخد جنب يا جدي منزوي منسحب يعني عملت عملية انسحاب قلت خلاص ده ايه انا انا شتعد نفسي اكتر في الموضوع ده زي ما تقول ايه فقدت الامل وحببت تفكر لوحدك وايه وتشتغل لوحدك دلوقتي في مرحلة قرارات عملك تتحط انا هعمل انا هسوي انا قررت انا عايز انا عايزة في شوية المرحلة اللي بعدها هيبقى فيه زي دفع النفس اه افتكر ده شريكك يا جدي لسه عملي كابر اه لا مش زنبي لا مش انا في حالة دفع عن النفس شكلك هتصدقه يا جدي فيه ولادة مشاعر جديدة والناس المتزوجين ممكن يكون مولود جديد حتى كمان فيه حاجة حلوة جدا جاية قريب يا جدي العلاقة الثاقة زي مؤثلكم الطاقة غنية بينكم الطاقة حلوة اه شريكك عارف ان هو محتاج يشغل على نفسه ودي حاجة قويسة جدا منه اللي اعترافت الحق فضيلة يعني هو عارف نومي فيها جوانب محتاج يشتغل عليها اه حلوة الانسحاب اللي انت فيها دي انا مقدرة لانه واضح ان انت مرهق فعلا جدا يا جدي ومحتاج لروحه فانت قررت الانسحاب مش الانفصال في فرق شافع بين دي اثنين قررت الانسحاب اللي هو مش هحارب مش هحاول اه اثبت وجهة نظري مش هحاول افهمه مش هحاول اقربه مني منسح واخد جنبه وقاعد بس مفيش انفصال للناس اللي سألوا فيه انفصال لأ مفيش انفصال بالعكس ان شاء الله النهاية حلوة جدا ولابرة بالنهاية القرية برضو حلوة للمجموعة الثانية لحد العاطفية الكرت ده زي ما قلت لكم مش عايزة حد يخاف انا مكنتش بقوله في اول المبكدية اللايبز مكنتش برده اقوله علشان محدش يقلق بس اكتشفت انه مفيش حاجة بتستخبع يعني ده الكرت ده بتاع العلاقة السلسية يعني فيه طرف بيحصل منه خيانة اللي شاكة او اللي شاكك في الموضوع ده دلوقتي يعني ممكن تسمعوا للكرت ده او تاخدوا المعنى ده من الكرت الناس اللي الامور عندها مفيش عندها الموضوع ده مش خيالهم اصلا ومش موجود مش مطروح يعني ارجوكوا تجاهلوا تماما ده بيبقى معناه حاجة تانية معناه احتفال بس عايزة اعمل لها الجملة دي عايزة اعمل لها بالن علشان فيه ناس بلاقيهم اه طب انت حيثي انت شكة فيه لأ بيعمل حاجة لأ طب انت ليه وانت جدا طب ماوليه معنى تاني ممكن يكون بتاحتفلوك حاجة الحالة الشك بس هي اللي تخليكوا تبصوا للكرت ده انتخليكوا تنور لكم نور اه ممكن احتماس لو ارادى مزكين حاجات لو ارادى اقليس عندكم احساس حتى فاهمين قطلي اه بصع الكومس بس شوية العقرب حظه جميل زي امر الكلام ده صحيح اه محمد انا مش فكر اهل عقرب فعلا بحظه حلو جدا انا بشوف لذا ساكلا بحظه الشك بحظه اليو انا جدا فحظه جدا انا ملحقتش اشوف الاسم بس بشكرك جدا عالتعريق الحلو ده. اه محتاج اموت بدا عنه. اه الامهات يا جماعة والله العظيم الامهات. طيب. بشكرك يا شيمو جدا. بشكرك يا حبيبتي اه. طيب يعني رسالة هوجيهها للحماوات لو في حماوات بيتفرجوا معنا. يعني مش عارفة اقول لكم ايه. ام. بلاش 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 تصعوا في حاجة تأذي ولادكو. يعني بلاش حاولوا تتقربوا بينهم. ايه والله الدنيا مناقصة يعني هو الواحد اصلا اعباء الجواز والعلاقة نفسها اصلا مسقلاهم. فما تزودوهمش بالعكس. يعني مراد ابنك يعني تديها بنتك. ومراد اه وجوز بنتك زي ابنك. حاولوا تخلوا العلاقة كده. ام. يعني مش محتاجة تبكركم يا جماعة احنا مش عايشين على طول. خلي الزكرة حلوة. يعني خلي دايما الزكرة حلوة. الله يرحمها. الله يرحمه. كان راجل حقاني. كان ستة حقانية. كان ستة جدعة. كان دايما وقفة معي. الكلام الحلوة ده. خفوا شوية على ازواج اولادكم. وحاولوا تدعموهم على قدم ربنا يقدر. لو في حماوات سمعين. طيب. اه. دلوقتي احنا نبتدي المجموعة الثالثة. برج الجدي. اه. جدي مع جدي ايه? العناد ينهر العناد. يا جماعة الصفة دي صعبة جدا. صفة العناد دي فضيعة. هخش حالا يا منا. مرسي يا صفاء. طيب. الجوزاء حاضر يا لوجي. هقوله حبيبا. مرسي عالشير يا روح قلبي. تسلمين. شير المنورة فوقي. مرسي يا مخلص لسه. يعني ما تحسش بتريح بقى كده اه انا عملت حلوة قوي كده وتريح. لأ. اللمسة الاساسة اللمسة حطه ده عايز شغل. واقيت بقى على كده هو مش عزني يكون بيزنس على فكرة. ممكن يكون مشروع خساسين. ممكن يكون مشروع اه انك تتعلم حاجة جديدة. اه انك تدخل علاقة جديدة. انك اي حاجة مش شرط يكون بيزنس. مش شرط يكون عمل اه اه يعني اقتصادي. فهو انت حطيت اساس لحاجة. قررت مثلا انت حتقرب من ربنا. عايز تلكزم في الصلاة. عايز تصوم اتنين وخمينة. مثلا. حطيت افاس. حطيت قرار. حطيت حاجة. ثلاثة عايزة شغل. فايه؟ كمل. في احتفال. انا شايفة احتفال. ده احتفال. ممكن تكون انت شايفة ان انت محتاج اجازة. محتاج فهتروح تكافئ نفسك بقى في اجازة كده تروح تغير جوت. اه اه او ممكن يكون خطوبة للناس اللي نتنين خطوبة. اذا خلاص على وشك يتموا خطوبتهم. بإذن الله الخطوبة هتموا حاجة حلوة قوي بإذن الله. طيب. ستيكرة الموت. وبرضو مش هيكسكلود بكلمة زي دي. وخلاص هبتدي بقى اقول بالمفتوح يعني. الموت ده موت كل اي حاجة. يعني مش اقول لكم بلاش تخافوا. لا. موت ممكن يكون موت شخص. ممكن يكون موت احساس. ممكن يكون موت لحاجة. فيه موت لشيء. بس الفكرة انه بيحل محله حاجة تانية. اه. ان شاء الله بتكون حاجة كويسة. والحاجة اللي تموت دي تكون حاجة مش كويسة ان شاء الله. بس فيه عملية تحول هتحصل فيه. عارفين اه. خبر جامد. او مش خبر جامد بس اللي هو اه عارفين دنيا لما تلف في كده لفة كده هتاخد لفة كده لفة سريعة في هنا حالة هروب الجاذي هيكون في حالة هروب اكتكر ده من تأثير التحول ده مش عايز يواجه حد حابب يبعد شوية وحابب يكون معناش طيب مشاعر جديدة الناس اللي مش مرتبطة في مشاعر جديدة شخص جديد خالص اوكي اللي مش مرتبطين نفس الكاتب ده ظهر في المجموعة الاولى انتو لو مرتبطين فبردو مشاعر جديدة بتحسوها اتجاه بعض كلام كويس جدا بردو في توازن اما في حالتك العطفية او في حالتك المزاجية في حالة توازن وانت فعلا يجازي متزن في عصبية شوية عصبي شوية انما برضو عصبيتك يعني منطقية مش بتعصب بتهور يعني فانت في حالة توازن كويس؟ طاقة ايجابية انا بحيث انه تقفى حلوة جدا المنظر من حوليك الطاقة من حوليك كويسة مش حاسس بمش حاسس بحاجة وحشة يعني طيب في ده كارت الخسارة في خسارة ماي حتقع الخسارة دي معرفش يمكن يكون الشخص الجديد ده لان انا ما بنليش بعد كده نوايا ايه؟ وبنلي ده كمان حزن قلم في حاجة مش كويسة طيب مش عايزة اخوفكو بس اللي سنجل دلوقتي وفي حد داخل عليه جديد يعني بيطلب يرتبط دي مش هقولك طبعا لا طبعا شوف جرب بس عايزاكو تكونوا حذرين جدا وما تدوش مشاعر عشان بس شوية الحاجات دي عشان الخسارة دي عشان ما تحسش انت خسرت لو موضوع ماكملش انت تفضل في حالة الابتزان بتاعتك الابتزان بتاعت ما يبطش خلي قلبك في ايدك وقلبك في ايدك اه اه انا نوع سهلا واه وتشوفوا بعض وتتعرفوا كل حاجة بس قلبكو في ايديكو عشان انا خايفة من الكارت ده كويس؟ بالنسبة بقى الموضوع اه التحول او الحاجة اللي بتتغير جامد في حياتكو دي ان شاء الله هيكون الامباكت بتاعها او تأثيرها عليك حلو فيه طاقة دي ده هتجيلك طاقة انتصار طاقة قوة قوة اللي هو انا مفيش حاجة بتكسرني يعني الدنيا كده تتشقل بتتغير زي ما هي عايزة انا مبتغيرش انا مبتكسرش ده الصيف ده ايس او صورت ده انا شخص مبتكسرش ويسعى لكده بقى كل اللي احنا سمعناه ده الخسارة دي لا مبتكسرش بتتعول ان شاء الله اه فيه الزعل شوية زعل من الشخص من الحديد ده عايزي ولا يرميني على فكرة انا مبتكسرش يعني خليك من اخر كده جامد خليك جامد او خليكي جامدة دي الطاقة اللي انت فيها دلوقتي الحمدلله جاية في وقتها لو الحاجات دي فعلا صح فها جاية في وقتها طيب حلقة قاصل قرية بسرعة فيه هنا اساس لحاجة انتحدتها يا جدي كمني لسه عذا شغل احتفال الناس اللي في حالة مستنيين خطوبة ان شاء الله الخطوبة دي بيتم على خير او الناس اللي مرتبطين فيمكن يكون اجازة او احتفال بشيء في عملية تحول هتحصل موت لشيء ويحل محله شيء تاني هروب افتكر هيحصل بعد المرحلة دي من التحول ده هتبقى محتاج تهرب مش عايز تواجه في شخص جديد هيحاول يقرب منك للناس اللي مرتبطين فهم برضو حاسين بمشاعر جديدة نحو شركهم انت في حالة توازن عطفي وزهني ومزاجي وحاجة حلوة جدا يا جدي بس هنا زي ما قلنا فيه طاقة جديدة انت داخل عليها طاقة انتصار وطاقة قوة قوة غير طبعية وهنا برضو الكارت ده تكرر برضو في المجموعة الاولى في حالة مصابرة انت شغال على حاجة عايز تكملها وولاد تيز اللي تركز عنه دلوقت يعني فيه بقى لو حسارة هتقع ان شاء الله تيجي بحاجة تفهة يعني وتروح لحالها خليك انت زي ما انت كده الفارس شايفين ركت حصانه ازاي متحصن وجاهز للقتال معندوش مشاكل خاص زي ما قلنا الشخص الجديد لو فيه حد جديد فعلا هيتقرب منك يا جدي خد حذرك دي كرائط المجموعة التالتة دي برج الجدي انا مش متابعة الاخبار فيعني يقولي لي ايه اخبار القرية معك الشهر ده ده له موجود يا حياة في الصفحة الجوزاء قريت جدا يا ليف حاضر اه التور متقال يا كنزة موجود في الصفحة متجل هاتفيني ايه شو دي بوردلي جدي حبيبي مصباح خليفة انت مش عامل منشن انت كاتب الاسم بس انا مش شايفة منشن كده مش هتيجي بعتلها ماس مش طيب فيه لما كله لغاية ده قدي صح مستيا سما تشكرك حبثي لا 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 بص يا انا نيرمو هو مش واجع حبثي لا بالعكس انا عملا اقول بقوة وطاقة وحاجات حلوة جدا اه فيه حمالية تحول بقوله في حاجة عند تتغير حاجة عند تتغير varyb اه وزي ما قلت فيه خطوبة للناس اللي لسه يعني دخلين على خطوبة وفيه احتفال وحاجات حلوة يعني مستحيل يبقى القراءة كلها حلوة يعني لازم حيبقى فيه شوية حاجات كده مش ظريفة محدش يخاف بلبي يا جماعة يعني اعتبروا ان الموضوع اللعبة بليس محدش ياخد الموضوع بجاثة اوكي لا يا صفية فليس ما حدش خفتوا من ايه بس انا مش فاهمت خفتوا من ايه ان شاء الله خير ان شاء الله خير احنا يعني نتوقع بايا من الخير وان شاء الله ربنا يبعث الخير ما تبعوش من حاجة طب يعني بعد كده ما اقولش الكروتر وحشة ما اقولهاش اسكت يعني ده اللي انتوا عايدين يعملوا اسكت اه تفضل كل الناس خافت ايه بشكرك يا محمد طب خلص مش هقول لكم الحاجات الوحشة تاني بشكرك يا عبدالقدر جدا تيجي نتجوز لأ طب بعنا هنا لعبدالقدر تعالى لك هاتا تقطيع القلب وحطرة حالة جيد يعني هاتي معاولاني مش عارك هقولك يا منات طب يعني مش ناخد حضارنا طيب مش هقول حضارنا احسن طيب اتمنى هنشوفها بعد اللايب يروح طيب خلينا نشوف المجموعة الثالثة وكتبولي بقى عايزين يقول الكروت الوحشة ولا لأ عشان مش عايز حد يخاف وحد يزعل بليز يعني نعمل فوتين كده و بليز الادمانز اللي موجودين راشد واحمد قولوا لي كده شايفين ايه لو عايزيني ماقولش الكروت الوحشة مش حاول يعني اغمرتي حببتي تا 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 حارت و حاضر compelling لا يا انيرة طبعا مش هقول هيموت الكلام ده يا بنتي موت للشيء. الشيء. يعني ممكن نفقد حد. اه ممكن اه يعني احساس جوهنا يموت. النوت ده لي اشكال كتير جدا بس هيحل محله شيء تاني. مش موتكو انتو طبعا. جاريتني ما قلت. طيب تعالوا اه. تعالوا نشوف الحالة العاطفية. طيب. الجادي عايز ايه? الجادي متقلم يا جماعة واللي انا حسايا منطقة الكروت ان شريك الجادي اه يعني مش شخص ما عندوش اه عوضة عاطفي. مش شخص عاطفي. اوكي? شخص جادي شخص عملي. هو هو كده. ما عندوش دلع ما عندوش الحاجات دي. فالموضا ده مؤثر على الجادي شوية. نفسه في نهاية قلم. متقلم من الموضا ده ونفسه القلم دي فيه. نفسه في طاقة جدا. يعني تقريبا الموضا ده خلص طاقته. مش حاسس بمشاعر مش حاسس باهتمام. اه شيء من هذا القبيل. شايف شريكو ازاي شايفو اما ان هو عندو سر اه او ان هو شخص متدين جدا. كويس? الشريك عايز ايه? الشريك عايز يتدين اكتر. واضح ان هو متدين فعلا. عايز يتدين اكتر. عايز يقرب من ربنا اكتر ويقوم بعباداته اكتر واكتر. نفسه في ايه? شكله مستني فلوس او مكافأة اقول. اوكي. مستني فلوس من حد مستني مكافأة ما. هو واضح ان هو فعلا تذكيره كله دين مادة. يعني اوكي. دي الحالة بتاعت شيل كتاعت. بس هو شايفك ازاي بقى شايفت اه عشرة طويلة اوي. حد قريب منه جدا ويعرفه من زمان وما بيشوفش منك زال كل خير. الطاقة ما بينكم فيها جمود فعلا. هي الطاقة جامدة. واضح ان الشريك شخص اه يعني مش مارن. مش شخص عاطفي. مش روماسي. عملي اكتر. شخص عملي اكتر. طيب الفترة دي فيه شوية اضطرابات. اضطرابات نفسية. على اضطرابات اه ذهنية. انه مش حلو. بس اه في حاجة هتحصل. يعني الكارت ده للناس اللي علاقتهم ما وصلتش للجواز ده اتمام زواج. الناس متجوزين ده حمس. اوكي? اللي لده ولا ده. ويعني عندهم مولاد وخلاص مش هجيبه لك تاني. فلاه في ارتباط قوي. انتو حبوك ويمكن مش واخد شكل الرومانسي اللي كان الجدي يتمنى او المعاملة اللي هو كان نفسه يتعاملها. لكن حبك وغير مشروط. يعني مش لازم يعملني كذا عشان احبه. فاهمين قصدي? ايا كان شكلك ايا كان طبعا فشريكك بيحبك. فده حب غير مشروط. حاجة حلوة جدا. بس انا عايزة الجدي او شريكه ايا كان اللي عنده شخص قريب منه. هذا البورس ده او الكائن حلية صغيرة دي. ده شخص قريب منك. وبينصحك مصائح هاد دايمة. هاد دايمة. واحنا عاكين طبعا انشاء النصائح دي ممكن يبقى شكلها عامل ازاي? اه وبيعملك كده ليه? اه بيعمل كده ليه? هو ليه مش بيعمل لك كزا? هي ازاي ما بتعملكش كزا? الكلام بقى اللي بيقوم الدنيا ما بيقعدهاش ده. فانتبهوا للشخص اللي جنبكو ده اللي عامل ايه?